ينضم إلينا الآن من دبي مسؤول الإعلام والاتصال في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد أبو عساكر أستاذ محمد أهلا وسهلا بك معنا إذن الحديث عن 65 مليون هذا الرقم الآن ماذا يعني ماذا ستكون تدعياته على المفوضية وعلى العمل الإنساني والإغاثي بشكل عام بخصوص اللاجئين نعم هذا يعني أن هناك شخص من بين كل 113 شخص بالعالم هو إما لاجئ أو نازح هذا يعني أن هناك سرعة النزوح هو 24 شخص في الدقيقة الواحدة يجبر على النزوح وهذا أسرع من معدل تنفس الإنسان في الدقيقة إذا استحضرنا هذه الأرقام نقول أننا نتحدث عن 65 مليون إنسان نتحدث عن 65 مليون حلم نتحدث عن 65 مليون أمل هؤلاء هم نساء وأطفال وشباب وشيوخ أجبرتهم الحروب على النزوح من بيوتهم قصرا للأسف الشديد الأطفال يمثلون الجزء الأكبر من هؤلاء الأشخاص أكثر من نصف اللاجئين حول العالم هم من الأطفال تحت سن الثمانية عشر المستوى خطير جدا خلال السنة الماضية كان عدد اللاجئين والنزحين في العالم قد وصل إلى 59.5 مليون الآن نتحدث عن 65 مليون خمس مليون ويزيد في عام واحد العالم يتجه إلى مناحي خطيرة جدا العالم يتجه إلى خطر حقيقي يهدد مستقبل حماية الإنسان هؤلاء الأشخاص معرضون يجبرون من اليأس نتحدث عنها تحديدا بخصوص اللاجئين نحن نتحدث عن فقط اللاجئين المسجلين في المفوضية ليس كذلك لأنه نعرف أنه هناك من ربما لجأ من بلده الأصلي دون التسجيل في المفوضية نعم هذه الأرقام تشير إلى الأرقام اللاجئين المستجلين للمفوضية الأرقام الحقية أكثر من ذلك بكثير بكل تأكيد للأسف الشديد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل الجزء الأكبر منها هؤلاء اللاجئين هناك ما يقارب من 20 مليون لاجئ ومنازح في منطقة الشرق الأوسط التي ترسل وتستقبل لاجئين الأكبر في العالم وهناك ثلاث دول تحديدا تنتج أو تصدر نصف عدد اللاجئين في العالم سوريا وأفغانستان والصومال ثلاث دول تصدر أكثر من نصف اللاجئين في العالم عندما تكون هناك نقص في المساعدات لهؤلاء الأشخاص وعندما لا نستطيع الاستجابة لكل احتياجاتهم الإنسانية يفقدوا الأمل ويجبروا على ترك رحلات خطرة جدا في عرض البحر منذ العام 2014 إلى حتى اليوم عشر ألاف شخص فقدوا أرواحهم في عرض البحر المتوسط رأينا كثير من الصور المروعة للأطفال الملقون على الشواطئ ما ذنب هؤلاء؟ ما ذنب هؤلاء الذين أخرجوا من بيارهم ومن بيوتهم قصرا سوى أنهم يطلبون الأمل والحياة موضوع نقص التمويل أستاذ محمد هل سبب عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها؟ أم أن حتى ما يتم التعهد به وما يتم التبرع به غير كافي ولا يصد ربما الحاجة المتزايدة؟ هناك جزئتين لهذا الموضوع بداية هناك بطء في إيصال المساعدات الإنسانية حسب الزيادة أو مقارنة بالزيادة المستمرة في احتياجات اللاجئين والنازحين نحن في الأزمة الإنسانية السورية على سبيل المثال منذ العام 2016 إلى حتى اليوم خلال الست شهور الماضية وصلنا ربع المبالغ التي طلبنا بها لتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية لأزمة واحدة في العالم إذا كان ربع التمويل المتوفر إلى حتى الآن هذا ينعكس بشكل مباشر سلبا على اللاجئين والنازحين إضافة إلى ذلك والمحور الثاني هو أن المدخرات لدى اللاجئون قد نافذت بالكامل 70% من اللاجئين في لبنان الآن يعيشون على الديون في حين أن نصفهم يعيشون تحت خط الفقر ما كان لديهم من أموال قد نافذت بالكامل بعد 5 سنوات من الحرب وقد فقدوا الأمل بأي حل سياسي قريب ماذا يمكننا أن نفعل سوى أن نتضامن جميعا لا يوجد لدينا خطة بديلة هنا سؤالي هل من الممكن أن تكون الحملات الإلكترونية والشعبية التي تدعو ربما الناس للتبرع أن تكون حلوة لو مؤقت وجزئي لبعض هذه المشاكل برأيك أم لا يمكن التعويل عليها؟ بكل تأكيد يمكن التعويل عليها نحن نتحدث على أزمة إنسانية عالمية تهدد الجميع ليس لا يوجد إنسان في العالم بمأمن ولا بعيد عن المخاطر المحدقة بالأزمات الإنسانية 65 مليون كما ذكرت شخص من بين كل 113 شخص بالعالم هو إما لاجئ أو نازح الأطفال إذا لم نتوفر لديهم فرصة التعليم وأن يكونوا على مقاعد دراسة يكون مستقبلهم التجنيد في الجماعات المتطرفة أو الاستغلال الجنسي أو عمارة الأطفال في الشوارع وهذا يمثل تهديد حقيقي للأمن والسلم العالميين جميع العالم يكون في خطر إذا لم نوفر الاحتياجات لهؤلاء الأشخاص نقول هذه الأزمة المفوضية لوحدها لا يمكن أن تستجيب لهذه الأزمات الإنسانية ولا يمكن التعويل فقط على الحكومات والدول المانحة الأشخاص الشركات الجميع مطالب بأن يكون جزءا من الحل الإعلام مطلوب منه أن يكون جزءا من الحل نقول أن على الجميع التقاسم المسؤوليات الدول يجب أن تعيد جدولة أولوياتها الأزمة الإنسانية الآن أزمة عالمية عاما بعد عام تزداد التحديات تزداد الأرقام ونحن الآن نواجه خطر حقيقي على العالم يجب علينا جميعا كما ذكرت حضرتك الحمالات الإلكترونية بكل تأكيد تساهم في سد رمق الكثير من هؤلاء الأشخاص دولار واحد يفرق في حياة هؤلاء أشكرك جزيل الشكر من دبي مسؤول الإعلام والاتصال في المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد أبو عساكر شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة معنا شكرا جزيلا لك